والآن إلى جولة في أهم ما جاء في الصحف العالمية والإسرائيلية حول تطورات الحرب على قطاع غزة البداية من موقع أكسيوس الذي نشر تقريرا تحت عنوان بلينكين يقول أن حماس يجب أن تقبل الاتفاق الجاد بشأن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار نقل الموقع عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قوله أن الاقتراح الأمريكي الجديد بشأن صفقة المحتجزين جاد وشدد على أن حماس بحاجة إلى قبوله من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحسب الموقع يتضمن الاقتراح الأمريكي الجديد إطلاق سراح أربعين محتجزا في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق إسرائيل سراح تسعمائة أسير فلسطيني وانتحابها التدريجي وشبه الكامل من الممر الذي يفصل قطاع غزة عن إسرائيل ويمنع الفلسطينيين من العودة إلى الشمال أكد الموقع أن حركة حماس لم ترفض الاقتراح جملة وتفصيلا حيث قالت في بيان لها أن قيادتها ستناقش الاقتراح الأمريكي الجديد بطريقة مسؤولة وعند الانتهاء ستقدم ردا للوسطى القطريين والمصريين إلى صحيفة التاليغراف البريطانية التي نشرت تقريرا تحت عنوان إيران تهرب الأسلحة إلى الضفة الغربية لإثارة الاضطرابات ضد إسرائيل نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وإيرانيين القول أن تهران تدير طرق تهريب سرية عبر الشرق الأوسط وتوظف عملاء استخبارات ومسلحين وعصبات إجرامية بهدف توصيل أسلحة إلى الضفة الغربية قال المسؤولون أن العديد من الأسلحة المهربة إلى الضفة الغربية تنتقل عبر مسارين من إيران عبر العراق وسوريا ولبنان والأردن وإسرائيل لتصل إلى أفراد عصبات إجرامية منظمة ومسلحين متشددين وجنود وعملاء استخبارات وذكر ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن الهدف من عمليات التهريب هو إثارة الاضطرابات ضد إسرائيل من خلال إغراق الضفة بأكبر عدد ممكن من الأسلحة بحسب الصحيفة لم تعلق بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على هذه المعلومات لكنها شددت على أهمية حمل الفلسطينيين السلاح ضد إسرائيل نشرت صحيفة هارت مقالا للكاتب حايم ليفنسون تحت عنوان نحن نكذب على أنفسنا لقد خسرنا الحرب بالفعل قال الكاتب أن إسرائيل خسرت حرب غزة موضحا أن هذا هو الاستنتاج الواضح لجميع الإسرائيليين لكن الصعوبة تكمن في الاعتراف بهذه الحقيقة وهو ما يعكس العقلية التي يسير بها أو تسير بها إسرائيل أكد الكاتب أن إسرائيل تواجه واقعا صعبا يتطلب منها التقبل والفهم العميق والتعلم منه لا الانكار والعناد إذ قد يضرها ذلك فبعد نصف عام من الحرب كان يمكن أن تكون إسرائيل في مكان آخر أوضح الكاتب أنه يجب أن يكون لكل عمل عسكري نهاية سياسية تؤدي إلى وقع سياسي أفضل لكن لا يبدو أن لإسرائيل نهاية سياسية بل هناك محتال لا يملك أي قدرة قيادية يقود إسرائيل وهو ما جعل الإسرائيليون أسرى لأسوأ قيادة في تاريخ البلاد ينضم إلينا من فاريس الدكتور خلدون النبواني أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة السوربون أهلا بك معنا عبر شاشة الغد إن كان الاتفاق جاد هذه المرة كما يقول بلينكين وكما تبعنا في أكسيوس ما إمكانية التوصل إلى هدنة فعلا هذه المرة قبل أن يتم اجتياح رفع تحية لك ولمشاهدين بقناة الغد وكل عام وأنتم بخير نحن الآن في هذه التفاصيل التي يسكن فيها الشيطان لا شك أن الصحيفة وبلينكين نفسه وصف مثل هذا العرض الأمريكي الجديد بالسيريس بالجدي وأن على حماس أن تلتزم به وبخاصة كما تفضلتم في تقريركم أنها قالت بأنها ستدرسه بجدية مع قادتها وتقدم ردا للوسيط القطري والمصري على ذلك الموضوع الآن هناك تفاصيل إضافية يعني يمكن أن تفجر الموضوع بالكامل طبعا هناك كما ذكرتم هناك توافق الآن على تسعمية محتجز فلسطيني في السجون الإسرائيلية أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية أي أكثر بمائتين من الاتفاقية الماضية ولكن الأربعين شخصا من قبل المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس هناك بعض التفاصيل التي ربما قد تثير مشكلة في التفاوض طبعا هناك طلب من إسرائيل بأن يكونوا من النساء ومن العسكريات أي السيدات اللواتي يخدمنا بالجيش ومن الرجال مفوق الخمسين سنة أو ما تحت الخمسين سنة على أن يكونوا مصابين بأمراض مزمنة أو أمراض جدية وكان رد حماس بأن ليس لديها هذا العدد وفق هذه الفئات المطلوبة وبالتالي كان هناك طلب إسرائيلي على أن يكون عداد لمن هم دون الخمسين سنة مقابل زيادة في عدد الإفراج إذن هي نقطة وليست بتلك النقطة الكبيرة يمكن التوافق حولها بشكل أساسي ولكن إسرائيل طلبت من الأمريكيين تحديدا أن يكون لها الفيتو أي حق الرفض على بعض الطلبات وبخاصة من هناك مئة أسير فلسطيني من الذين يقضون أحكاما مؤبدة لأنهم قتلوا إسرائيليين في الماضي وهؤلاء تريد إسرائيل أولا أن يكون لديها حق الرفض بعض الأسماء هي لا تريد الإفراج عن أي اسم تطلبه قيادة حماس هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ترحيل هؤلاء إلى خارج فلسطين أي خارج الضفة وغزة وبالتالي كل ذلك يمكن أن يتسبب في مزيد من التفاصيل نحن إذن أمام معطى جديد ليس مضمونا وبخاصة أن الطرفين لديهما رغبة بالمناورة في هذه العملية أيضا التفاوضية طيب هناك رغبة في المناورة ولكن هل الولايات المتحدة تريد فعلا هدنة هذه المرة ولماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها إيجاد هدنة هي على عتاب مرحلة انتخابية اضطربت هذه المرحلة بشكل كبير بسبب الحرب على غزة هناك أولا شعبية بايدن انخفضت بشكل كبير بخاصة بسبب مواقفه المساندة للإسرائيليين دون شروط جاء ذلك من قبل حزبه الحزب الديموقراطي ومن جيل الشباب تحديدا وبالتالي مثل هذه الحرب تزيد تعقيدات العملية الانتخابية التي لا يبدو بايدن لا تبشر تلك البدايات بأن بايدن سيحصل على ولاية ثانية وبالتالي يحتاج أولا إلى تادية في هذا المضوع وثانيا الحرب على غزة جاءت مشكلة إضافية لبلدان الغرب الأوروبي من في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التجارة الدولية التي تمر عبر البحر الأحمر بشكل رئيسي والتي قام الحوثيين بإحداث خلل كبير بهذه التجارة مما زاد في المشاكل الاقتصادية الموجودة أصلا بسبب الحرب على أوكرانيا وبالتالي زادت هناك تكلفة النقل التضخم التجاري الذي حصل بسبب الحرب على أوكرانيا أصلا وبعض من قبلها أيضا جائحة كورونيا والذي كان هناك تصور بتعافيه لم يحدث بسبب الحرب على غزة تعطلت الأمور وتعقدت وبالتالي هناك مخاوف دولية وأضرار كبيرة بسبب الحرب على غزة لا يريدها أي طرف خارج الإسرائيل ويعني حتى في الدول العربية السعية حتى في مصر تضرر الميزان التجاري بسبب السفن التي تمر عبر قناة السويس كان هناك انخفاض أكثر من 40% وبالتالي كل ذلك هناك شبه إجماع على ضرورة إنهاء هذه الحرب والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تريد وقف هذا الموضوع وهذا ما يفسر أيضا اجتهادها في تقديم اقتراحات متتالية من أجل وقف إطلاق النار دهنا ننتقل إلى صحيفة التاليغراف دكتور خلدون ما هدف إيران من تسليح الضفة الغربية كما تتحدث التاليغراف اليوم إيران وإسرائيل هناك حرب الظل قوية بينهما حتى ما قبل السابع من أكتوبر تنشط أحيانا وتضعف في فترات أخرى الآن حرب الظل قوية وهي يمكن أيضا تسميتها بالحرب الهجينة التي يستخدم فيها عدة وسائل من ضمن تلك الوسائل التي تحارب بها إيران وترد على إسرائيل هي تسليح أولا تسليح ذرعها في المنطقة سواء جماعة الحوثيين في اليمن حزب الله في لبنان وأيضا الميليشيا الشيعية في العراق وأيضا النظام السوري حماس كذلك تلقت بتصريحات سنوار وغيره تدريبا وتسليحا إيرانيا منذ سنوات وأيضا الآن من مصلحة إيران أن تزيد البلبلة على إسرائيل بإغراق الضفة الغربية بالأسلحة وتسليح الفلسطينيين الذين يعانون أصلا من أزمة تسليح كما نعلم الفلسطينيين ليس لديهم تلك الشرعية الدولية لحد الآن والتي يمكن أن تتحقق قريبا بإيجاد دولة فلسطينية ذات سيادة ومما يسمح لها باستيراد السلاح بشكل نظامي وشرعي وعقد صفقات واتفاقيات كل ذلك يجعل السلاح يمر عبر طرق مختلفة من ضمن ذلك التسليح غير المباشر كما تفعل إيران ينتظر الآن الرد الإيراني على الهجوم على الكنسولية لماذا تأخر هذا الرد برأيكم دكتور خلدون ومن أين يتوقع أن يكون الرد يعني إيران معروف عنها الصبر الاستراتيجي أو ما تسميه بصبر الاستراتيجي وبأن الانتقام لا يمنح ساخنا وإنما على طبق بارد بمعنى آخر أنها لا ترد بشكل مباشر لا ترد بجيش إيراني هي ترد غالبا عبر أذرعها عبر وكلائها في المنطقة وبالتالي الرد الذي كان هناك تقارير أمريكية متوقعة أن يكون خلال 48 ساعة يعني كما جاء في صحيفة تيليجرام لم يحدث وبالتالي الأمر تأجل هناك من يقول أن فترة العيد الآن هي المانع والعاق ولكن لا أعتقد أن إيران سترد بشكل مباشر حتى حينما اقتيل سليماني لم ترد بشكل واضح وصريح ضربت مجموعة من الصواريخ على هامش قواعد أمريكية وبالتالي لا يوجد رد إيراني واضح وصريح ولا أعتقد أن الرد سيكون على السفارات الإسرائيلية في الخارج الرد الإيراني منتظر ولكن ليس بالطريقة التي نتصورها بأن يكون رد عسكري على الأراضي الإسرائيلية طيب دعنا ننتقل إلى صحيفة هارت لقد خسرنا الحرب بالفعل تقول هارت ما الذي خسرته فعلا إسرائيل حتى الساعة بعد أكثر من نصف عام دون تحقيق أي إنجاز دوليا ديبلوماسيا سياسيا وعسكريا ما الذي خسرته إسرائيل إسرائيل خسرت الكثير حقيقة وهذا ليس مبالغة وليس مجرد ترجمة للعواطف إسرائيل لم تربح الحرب عسكريا على الصعيد العسكري صحيح دمرت غزة جعلتها مدينة أشباح غير ممكنة السكن حولت تلك الأرض إلى جحيم ولكنها لم تقضي حتى على حماس عسكريا يعني بقي السنوار وبقي هناك على الأقل ربما أربعة ألوية تابعة لحماس الهجوم على رفح مؤجل إلى أجل غير مسمى ولا يوجد توافق عليه وبالتالي هي لم تستطع أن تحقق نصرا عسكريا واحدا يحسب لها يعني أكثر ما يمكن أن حققتهم انتصار مؤخرا هو سعادة جثة أحد الأسرة مجرد جثة وهي ليس لديها اليد العليا في المفاوضات هي تواجه لحد الآن بإرادة من حماس قوية وكأنها اللاعب الأقوى في هذه القضية إذن على صعيد العسكري هي لم تربح لم تخسر الكثير خسرة طبعا في الأرواح ولكنها لم تربح عسكريا أما الخسارة الكبرى فهي على المستوى السياسي هناك تغير أولا في ذلك الدعم غير المشروط لإسرائيل هناك تغير في الرأي العام الغربي الذي كان مساندا عموما لإسرائيل هناك جيل شاب نشأ وما حصل في 7 أكتوبر عاد القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وظهر ذلك جيل الشاب الآن ليعبر عن رفضه لتلك البروباجندا الغربية التي كانت تدعم إسرائيل دون حساب شاهدنا ذلك في أوروبا شاهدنا ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية الموقف الغربي تغير من دعم إسرائيل بشكل غير مشروط وبخاصة نحو الاعتراف بدولة فلسطينية كل العالم الغربي بما في ذلك القوة الدعمة لإسرائيل دون شروط أقصد ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا تتحدثان عن ضرورة إنشاء دولة فلسطينية يعني بيث دهم إسرائيل محرجا لبعض الدول وفي نفس الإطار رئيس وزراء إسبانيا دكتور خلدون كان يقول أن الاعتراف بدولة فلسطين مصلحة جيوسياسية لأوروبا كيف ذلك؟ وهنا أسألك عن الفرق بين التوحد الأوروبي مع الولايات المتحدة فيما كان يتعلق بحرب روسيا وأوكرانيا والآن المواقف الأوروبية الخارج عن نطاق الولايات المتحدة فيما يتعلق بفلسطين صحيح هناك فوارق بدأت تظهر وبشكل كبير ما بين ضفتي الأطلسي ما بين أوروبا الحليف الأهم للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الساحة الدولية هناك حتى خلافات في الساحة الأوكرانية بدأت تظهر منذ فترة ولكن الشقاق الكبير بدأ يظهر في قضية فلسطين يعني بعد ذلك الدعم غير المشروط على الطريقة التقليدية لإسرائيل بعيد السابع من أكتوبر تغير ذلك الموقف وكل تلك السياسات التي كانت تمنع المظاهرات على سبيل المثال من أجل فلسطين في فرنسا في لندن في إيطاليا في غيرها من العواصم والدول الغربية انقلب الموقف بشكل كبير حتى أعلاميا حتى في الجامعات الجامعات قضية مهمة جدا يعني أؤكد عليها لأنها تؤكد أن هناك وعي جديد حقيقة ورؤية مدعمة حتى علميا في النظر إلى التاريخ والقضية الفلسطينية نشهد ذلك في السيانس بو على سبيل المثال معهد العلوم السياسية في باريس في جامعة هارفورد في البلايات المتحدة الأمريكية في العديد من الجامعات كل ذلك يؤكد على تغير في الموقف الغربي وضرورة الاعتراف بقضية فلسطين أولا لأننا لاحظنا ماذا حصل من أضرار اقتصادية للغرب الأوروبي على سبيل المثال في هذه الأحداث شهدنا أيضا أن هذا أكد للعالم كله أن الشرق الأوسط والسلام في الشرق الأوسط يمكن أن ينعكس بالرفاهية والخير يعني حارس الازدهار كلمة الازدهار التي وظفوها لأنه كان هناك الزهار يعني تعيشه أوروبا يمكن أن يعني أن ينقلب إلى جحيم في أحداث مثل ما يحصل في الشرق الأوسط وبخاصة أن أيضا القضية الفلسطينية أدركوا أن من مصلحة إسرائيل ومن أجل أمن إسرائيل التي تدافع عنه دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن إسرائيل يجب أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة يتمتع مواطنوها بكل الحقوق مثل كل أبناء العالم وذلك أيضا من مصلحة إسرائيل وفق النظرة الغربية كل ذلك يؤكد على أن إسرائيل خسرت كثيرا الغرب غير من مواقفه رغم كل ما حصل من مآسي حقيقة يعني ربما لم تحصل في هذا القرن ربما سوى في سوريا الآن هناك حل ربما أو بداية أفق لإمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية وتحرر فلسطيني غزة وحتى في القطاع من ذلك الهيمن الإسرائيلي المباشر في هذا الإطار تحديدا ما أهمية أن تصبح فلسطين عضوا في الأمم المتحدة وهل تمرر الولايات المتحدة هذا المشروع دون فيتو؟ هو حق يعني حق واضح وصريح والآن الضغوطات بدأت تظهر بشكل كبير طبعا هناك انتهاك لهذا الحق منذ منذ 48 على الأقل يعني والآن ربما لا يكون الاعتراف بحدود 48 وإنما بحدود 67 وهو مطلب على الأقل الآن ضروري ومهم هو حق مختصب يجب إعادته ويجب تسوية الأمور في ملف المهجرين واللاجئين الفلسطينيين خارج أراضيهم حتى التعويض طبعا كل هذه أمال كبرى هل تتحقق؟ ليس بمثل هذه السهولة لحد الآن رغم كل ذلك التقدم الذي حققته القضية الفلسطينية إلا أن هناك الكثير من الاعتراضات الموقف الذي يمكن أن يحصل وهذا ما أدركه الغرب الأوروبي على الأقل لحد الآن هو أنه لكي يكون هناك دولة فلسطينية ليس من الممكن العودة إلى مباحثات بين الطرفين على طريقة مؤتمر للسلام ومباحثات السلام لا ما يمكن أن يحصل وهذا ما يؤكد المضوع الاعتراف بدولة فلسطين دون مشهورة إسرائيل هم مثلما خلقوا دولة إسرائيل في العالم العربي دون مشهورة العرب عليهم أن يعترفوا بهذا الحق الفلسطيني وهذا ما بدأ يظهر إيرلندا أعلنت أنها خلال أسبوعين ستقوم بالإعلان عن دولة فلسطين في إسبانيا أيضا ربما أعطوا حتى الشهر السابع موعدا للإعلان عن دولة فلسطين ذلك يمكن أن يمهد الطريق حتى ولو بشكل فردي إلى مجموعة من الاعترافات الأوروبية وقد تنتهي باعتراف أمريكي تحت كل هذا التغير الذي نشهده على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر